نروح لأخبارنا سريعا وخليني أقولكم كده أهم الأخبار طبعا بكرة إن شاء الله الفرقة ترجع تتمرن مرة تانية وبداية كده فرمان من ميسر المسلماني أول ملعيبة ترجع أول حقيقة قياسات وزن عشان يتطمن طبعا على أوزان الليعابين في الفترة الأخيرة وكمان هيبتدوا بكرة إن شاء الله العودة للمرة المرة تانية بكرة التمرينة إن شاء الله هتكون الساعة أربعة ديانجة طمينكم عليه ديانجة يرجع القاهرة النهاردة إن شاء الله بعد ما استغل فترة التوقف دي عشان يعني يعمل حف للزفاف وألف مبروك لأليو ديانج وإن شاء الله بإذن الله هيرجع القاهرة بكرة ويكون موجود مع الفرقة في التمرين نروح طبعا لمنتخب مصر وقلت لكم إنه احتماليات احتمال كبير جدا إنه شكل وتشكيل منتخب مصر قدام الجزاري يختلف الأكيد إنه حمدي فتحي هيشارك في التمرينة بتاعت بكرة بشكل كامل بعد ما الفيفا وفقت على مشاركته بعد ما بقى جاهز بنسبة ما في الماء الحمد لله طب منه على حمدي فتحي كان يمكن جاله ارتجاج بسيط في المخ في مطش المنتخب الأول قدام لبنان لكن الحقيقة حالته سليمة أطمينكم عليه وحمدي غالبا هيشارك في مباراة الجزائر بشكل أساسي وفي نفس الوقت كيروش يمكن بيجرب من دلوقتي عدد من طرق اللعب المختلفة بيجرب كمان بعض اللعبين مؤكد إنه هيجري تعديلات على مستوى التشكيل ده الأكيد لكن طريقة اللعب هل هيتبع نفس طريقة اللعب بيها مطش لبنان ومطش السودان ولا يغير ده كله يرتبط بقى بقرايته لقدرات ونقط القوة والضعف في منتخب الجزائر ليفر بول يمكن في مباراته الأخيرة هقفوز مهم جدا على حساب وولفر هامتون بنتيجة 1-0 ويمكن أوريجي هو اللي سجل طبعا الهدف في بلاس 90 وبأسست من طبعا النجم محمد صلاح النجم المصري لكن خليني أقول لحضراتكم إنه المكسب ده مهم جدا من نسبة ليفر بول وصلاح بالنسبة ليفر بول لأنه تصدر مؤقتا جدوى للترتيب في البريمير ليج بالنسبة لصلاح بقى الجون أو الأسست اللي عمله محمد صلاح ده وصله إنه يساهم في 150 هدف على مدار مشاركته مع ليفر بول في البريمير ليج الرقم ده يعني إيه؟ الرقم ده يعني نسجل 108 هدف وعمل 42 أسست وده رقم يحطه في قائمة العظماء مع مين؟ مع روبي فاولر ومع ستيفان جيررد أساطير ليفر بول